الحمد لله الحمد لله وستظلوا في قلوبنا حتى مهما حصل فدي كانت رسالة اللي أنا بتمنى طبعا من جميع القلطة وزي ما قلت لك الحمد لله أنا بابقى صاحب موقف لأن الحمد لله ما عنديش حاجة خاف منها بتكلم باللي ميلي عليها ضميري بتكلم اللي أنا حسه ببص يمكن لنظر أعمق شوية وهي مصلحة البلد ومصلحة الوطن مصلحة الناس الغلابة الكتير اللي متأثرين دلوقتي وبيعانوا أنا بقول يا ريت طبعا أخواتنا الألطس وجماهية النادي الأهلي أن يحكموا صورة العقل شوية أن الوقت ده مصلحة البلد فوق كل اعتبار ده اللي احنا بنتمنى حق الناس كلنا أكيد عايزين يرجع الأموة دخلت في القضاءة دلوقتي إن شاء الله يرجع حق الناس دي ولكن أنا أعتقد أن الوقت ده مش مستحمل لا اعتصامات ولا الوقت ده مستحمل ضربات إذا كنا عايزين نجيب حق الناس دي فنجيب حق الناس دي بالتكاتف وبالترابط وبالحب بيننا وبين بعضينا وبالتسامح وبالعمل نحن نجتهد عشان حق الناس البسيطة دي يوح لها حق الناس اللي احنا بنضوق إن إحنا دايما بنتكلم حق الناس البسيطة والناس الغلابة والكلام ده كله الحق الناس دي مش هيجي بالتصمات وكل لنا حق الناس دي هيجي نحن نشتغل ونجتهد وكل واحد يوعد ميه في شغله وكل واحد يجتهد عشان كل واحد يوصل له حقه ف försö بقول يعني يسالت لهم بس حاجة واحدة بس إنهم يحكيموا صوت العقل إن الوقت ده مصلحة مصر فوق أي عطبها قررت أنك تنزل تتكلم معهم وليه ما يكونش للنجوم كرة القدم المصرية والأسماء اللي الجمالي بتحبها دور في المواقف دي ليه النجم ما ينزلش يتكلم يتفاهم مع الناس دي ليه دايما النجم رسالته بتوصل من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الصحافة إمتى هنشوف النجوم دي تختلط بالفعل ويبقى لها موقف ثابت أو موقف معين في المواقف أو في الأزمات دي يعني يمكن أنا موضوع سيختلف شوية بالعكس أن الناس كلهم بيحترمهم بأضعهم وناس كلهم ليهم كل التقدير والإحترام ولكن ممكن أنا موضوع يختلف معي يعني الموضوع يتفهم بشكل مختلف شوية يعني هيبقى صعب شوية الحاجة التانية أن أنا يعني شايف أني إن شاء الله بإذن الله هم عندهم معي وهم كلهم أكيد زي ما أنا بخاف على مصلحة بلدي هم أكيد هم كمان بخاف على مصلحة بلدهم فنتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هم يعني إن شاء الله بإذن الله يرجع نفسهم تاني ونتمنى رب أن حق الناس دي يرجع تاني ولكن زي ما قلت قبل كده أن حق الناس دي يرجع مش بالاعتصام حق الناس دي إن شاء الله يرجع بأن القضاء إن شاء الله يعني يحدد مين الجاني وياخد حق الناس دي يعني دي سألت ليهم بس فانا يعني حتى ان انا انزل الكلمة او كلام ده او كده ممكن تتفهم بشكل مختلف شوي عايزين يبقى التوابط والحب والتسامح موجود يعني شعب مصر دايما كان ده الميزة اللي بتميز شعب المصر ان هو شعبه متسامح شعبه متوابط في الازمات شعبه بيحب بعضيه في وقت الازمة تلاقينا كلنا مجتمعين للأسف في الوقت الاخير بقى فيه شوية يعني ده مش موجود فده اللي احنا بنتمنى عيسالتي للشباب كلها ان احنا يعني نقرب من بعضينا ان احنا نخاف على مصلحة بلدنا خوفنا على مصلحة بلدنا زي ما بنشوف كل الناس في العالم سواء في الوربين سواء الاسيوين الكلام ده وكده الناس حبها لبلدها بالعمل مش بالكلام ولا بالوقفات ولا بالعتصامات ولا بالكلام ده وكده لأ نكتهد وكل واحد يشتغل وكل واحد يراعد ميه في شغله اعتقد ان مصر ان شاء الله بإذن الله ترجع يعني في القمة هي دي رسالتي واني طبعا شبابنا زي ما احنا بنقول في الحملة بتاعتنا ان المخدرات ملاء الصحب اللي يقول لك جرب ولا اللي يقول لك شوف دي هتسعدك او هتبسطك او الكلام اللي احنا بنسمعه لأ ده بيضحك عليك ده من صحبك وعمل ما يكون صحبك صحبك الحقيقي اللي هو في جنبك واللي يسندك واللي يساعدك عشان تفيد تفيد بلدك انما مش باني يديك مخدرات او يساعدك على او يساعدك اني يقول لك دي الحاجة دي هتفيدك او الكلام ده وكده لها ده من صحبك ده تبعد عنه وتتجنبه لاني الشباب دي هي اللي جاية الشباب طول ما الشباب طول الوقت ما هم في واعي اعتقد او ان هم قدرين ان هم يشيلوا هم ويشيلوا البلد اعتقد اني دايما هتلاقي البلد بتاعتنا نكحة والبلد بتاعتنا دايما في المقدم ازمة طبعا ازمة وازمة كبيرة ويمكن حتى انا لما اتكلمت قبل كده وقلت اني هيبقى فيه ازمة كبيرة والازمة بدأ يعني منها الناس كلها ويجب على المسئلين انهما سرعة التفكير سرعة التفكير النهاردة الناس مسؤولة موجودة يجب ان يكون فيه قرارات وقرارات حاسمة وتمشي على الجميع ولازم نحتعم القوانين نهاردة احنا لازم يكون بلد بيتساعدها القانون مش كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها لا طبعا ده اللي انا بتمنى ان يكون فيه قرارات وقرارات حاسمة لان معنى ان الناس تقف بكل انشطتها معنى ان ده عبق جديد على الدولة عبق جديد على الدولة انك انت النهاردة مطالب الدولة ان هي كمان تتحمل صناعة جديدة توقفت كلام اللي انا بقوله على فكرة كلام ده مش مش انا اللي هستفيد منه لان انا مش هلعب قد ما لعبته ولا هشارك قد ما شاركت ولا هستفيد من النهاردة قد ما استفدت ولكن انا بتكلم على الاجيال اللي جاية بتكلم على الفئة كمان اللي تحتين اللي هي الدرجة التانية والدرجة التالتة اللي عندهم مشاكل يعني بنا يكون فعونهم النهاردة بتتكلم انا يمكن انا كنت موجود زمان في الدرجة التانية والقابت في اسوان وعاي في مرتبات اللعيبة دي بتتكلم في مرتب 1-300-400-500 جنيه فتح بيها بيت وفتح بيها أسرة وعنده مشكلة دلوقتي فانا بتمنى اني حتى لو مش قدين ناخد كرار في النشاطة بنسبة للدوي الممتاز حتى الناس دي نشوف نحاول نحل مشاكلها لاني عبء عبء كبير وده اللي أنا كلمت فيه لان مشكلة مش مشكلة حداشا العيب ده حداشا العيب يلعبه ولا منافس الدوي ولا الكلام ده ولا كلا المشكلة مشكلة أبعد من كده مشكلة انت عندك عمال وعندك موظفين وعندك إداريين وعندك دكتها وعندك إعلام نفسه كمان وعندك أصبحت صناعة ياضي أصبحت صناعة فانا تمنى ان شاء الله بإذن الله ان ما يبقاش فيه عبء جديد على الدولة احنا كان عندنا مشكلة جبية في السياحة اللي بدأت الحمد لله انها تعود تاني مش عايزين يبقى عندنا أعباء جديدة عندنا أعباء جديدة مصنع بتقفل وسياحة بتقفل ورياضة بتقفل يعني لحد يعني ما أعتقدش ان الدولة تقدر دولة كبيرة زي مصر تقدر تشيل كل الأعباء دي كلها فبتمنى إن شاء الله بإذن الله ان يكون في قاراته وقارات حاسمة وترجع لأمور تاني وعايز الناس لما تفكر تفكر بعقلانية ما تفكرش ان هي مسألة كرة بتتلعب وخلاص لا مسألة مسألة أكبر من كده انت بتتكلم في ملايين بيستفيدوا من نوع رياضة وما بتكلمش عن الكرة أنا بتكلم عن رياضة بشكل عام بكل بقى ألعابها هندبول بسكتبول كل الكلام ده كله تينيس كل الألعاب كلها وكل الناس المستفيدة من نوع ده هل كانت هذه الزمانية في مبارات أفريكا سبورت اللي كده فاري شافوا انه كان بيجسد بالفعل الأزمة اللي بنعاشها في الرياضة المصرية ده طبيعي طبعا ده طبيعي جدا جدا إنك انت نوع ده في ظل الزروف اللي انت فيها دي تخيل إنك انت بتلعب مبارات كرة كده من نوع ده وانت بتحاول محدش عارفه في السر ومش عارفه الكلام ده وكده احنا وصلنا كأننا بنعمل جيمة يعني انت بتحاول تعمل بورد دي مش عارف وطبعا ده بينعاكس على الحالة اللي احنا فيها كلها أكيد لازم نزرق بالشكل ده إنما نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن في الموقف الصعب ده نتخطى بإذن الله العقب اللي جاية وبإذن الله نتخطى أفريكا سبورت ونوصل إن شاء الله بإذن الله دوري 16 إنما زي ما انت قلت دي حالة بتنعكس للظروف اللي احنا فيها مبارا صعبة طبعا بكل المقاييس ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني عبنا وفقنا إن شاء الله ونحسمها احنا كسبانين واحد صفر وده مش وحش يعني نلعب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الجهز بإذن الله يكون في توازن وإن شاء الله بإذن الله نسهل المباراة علينا لو ده نحن هز هدف أعتقد نهز سهل علينا كتير موقف كابتن أحمد حسام المنتخب مصر وخاصة ترجمة نانسي قنقر